المترجم للقناة المترجم للقناة وهي المبادئ التي تعتبر بمتابة معايير يتم الرجوع إليها لقياس مدى استقلالية المؤسسات وفعاليات عملها وفقا لذلك فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة بصفة ألف الممنوحة تحت إشراف الأمم المتحدة والتي تخول له الصفة المؤسسة الموتوق بها فيما يخص المعلومات والتقارير التي تقدمها في مجال حقوق الإنسان يطلع المجلس بصفته مؤسسة بهذا الحجم بعدة مسؤوليات دولية انتخب أخيرا نائب لرئيس التحالف العالمي لحقوق الإنسان الذي يضم حوالي 122 مؤسسة عبر العالم وكذلك عضو من أهم المجموعات العمل التغيرات المناخية والمجموعة العمل التي لها الأفق نقول على المدى المتوسط والبعيد هي المقاولات وحقوق الإنسان إفريقيا أعضاء بالشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان بالإدارة المديرة ونترأس مجموعة العمل حول الهجرة وكنا قد اقترحنا وتم المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة لهذه الشبكة الإفريقية لإحداث مجموعة عمل حول حقوق الطفل بإفريقيا وتم المصادقة عليه في طبيعة الحال لنا كذلك عدة مسؤوليات عربيا وجهويا وفي عدد من المنظمات التي تهتم بالجانب المؤسسات الوطنية طبيعة الحال لا بد من التذكير وهي كذلك إطار عملنا أن المجلس يعمل ضمن المرجعية الوطنية والكونية ويتولى بذلك النظر بكل استقلالية في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات ورصدي ومراقبتي وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي يحدد القانون تدخلات المجلس الحمائية الإحالة على النيابة العامة وكذلك التدخلات الاستباقية طبيعة الحال يخول لنا القانون زيارة الأماكن الحرمان من الحرية وكما تعرفون جميعا فالمجلس يتولى ثلاثة آليات ذات أهمية على المستوى الدولي أولها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والثانية الآلية الوطنية للانتصاف الأطفالي من انتهاكات حقوق الإنسان والآلية الثالثة الآلية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة وحماية حقوقهم في هذا الاختصاص دي المجلس الوطني ما بين الوطني والدولي ما هي مقاربتنا في عملنا في حقوق الإنسان يعتمد المجلس الحضور الكريم منذ 2019 وفي إطار ولايته الشاملة استراتيجية أطلقنا عليها فعلية الحقوق وماذا نريد أن نعني بفعلية الحقوق؟ هي استراتيجية صدقت عليها الجمعية العامة في شتنبر 2019 فعلية الحقوق توسيع مجال ضمان الحقوق والحريات وذلك بالانكباب ليس فقط على القوانين والإشكالات التي تطرح وتطبيق القوانين لكن كذلك بمقاربة المحددات الضمنية ضاة الصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتقافية والبيئية طبيعة الحال انطلاقا من هذه المقاربة نسجل بالمجلس الوطني في التقارير السنوية منذ 2019 إلى اليوم وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية المكتسبات والتحديات التي نواجهها بإعمال المرجعية الوطنية والدولية كما ذكرت سابقا في مساءلة السلطات العمومية في تدبيرها لحقوق الإنسان وضمن منطق عدم التجزئة في إطار المنطق الدولي ينتهج المجلس في مقاربته مقاربة صاعدة من الأسفل إلى الأعلى في تدبيره للشأن الحقوقي لبلادنا طلاقا من الاختصاصات المخولة له وبالتالي فالعديد من الأعمال والتقارير والتدخلات نصدرها تكون نتاجة إشراك ومشاركة لفاعلين على المستوى المحلي والجهوي والوطني كما كان الشأن في التقرير الذي نشرناه حول الولوج للحق في السحف أبريل الماضي وكذلك عدد من التصريحات كالتصريح للشباب الذي كان قد نشر إعلانا حول قمة تغيرات المناخية شباب من جميع مناطق المغرب كذلك جميع الجهات بما فيها المناطق الجنوب كذلك العمل الذي قام به الشباب في تقديم التقرير الموازي للمراقبة الشاملة للحقوق الإنسان في يونيو الماضي واليوم في بداية نومبر سنطلق كذلك استشارة جهوية أنا من يقرر مصيري باستشارة الأطفال في ولوجهم لحقوقهم في أفق تقديم تقرير الأطفال لما يرونه في تطبيق وتفعيل الاتفاق الدولية لحقوقهم وذلك في أفق مراقبة المملكة المغربية من طرف اللجنة حقوق الطفل في السنة المقبلة طبيعة الحال لا بد من القول بأننا كذلك نشتغل بشكل قوي جدا في إيجاد الحلول لقضايا متعددة مطروحة يعمل المجلس على التفاعل أولا مع السلطات العمومية ومع السلطات القضائية فيما يخص بعض الحالات الفردية ونعرف بأن بعض الحالات الفردية خاصة بأقاليم الجنوب تطرح إشكالات سأعود إليها فيما يخص التحديات التي تطرحنا في قيامنا بمهامنا الحماية بعد الحال يقوم المجلس كذلك من حيث تقديم الدعم التقني والمادي لمنظمات المجتمع المدني وكان خلال هاتين السنتين قمنا بتوسيع دعمنا التقني والمال لعدد من الجمعيات بأقاليمين الجنوبية في كل المناطق الثلاثة إذن طلاقا من هذه المقاربة كيف نتدخل حمائيا وهي القضايا التي تتير إشكاليات كثيرة من حيث الصحافة ومن حيث التدخلات السياسية وفما قلت ذلك للتباس ما بين الحقوق والسياسي طبعا الحل ينظر المجلس في جميع الحالات وهذه اختصاصاتنا تلقائيا أو بناء على شكايات نتبع مصارها إخبار نخبر المعنيين بمآلها نقوم بإعمال قواعد واضحة في تدخلاتنا أساسها الحياد والاستقلالية كيفما كانت آراء الذي يدعي الانتهاك أو الجهة التي يقيم فيها أو الصفة الاجتماعية أو السياسية هذه قواعد تدخلنا في مجال الحماية إذن مقاربتنا الحماية تعتمد أولا وحدة المرجعية القانونية الوطنية والحقوقية الدولية في تعاطيها مع كل الإشكاليات الحقوقية شمال المغرب غرب المغرب شرق المغرب وجنوب المغرب إذن كيف في هذا المتابعة ونحن نتكلم عن منطقة الجنوب وتدخلنا الحقوق لا بد أن أذكر هنا ما نقوم به في متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالح تعرفون جميعا أن المملكة المغربية قررت بشكل طوعي وإرادي وفي إطار البناء التراكم الديمقراطي ترجم تتفاعل إرادة الدولة إزاء مختلف الديناميات المجتمعية آنذاك الوطنية بالأساس لضمان شروط الانتقال الديمقراطي الانكباب أيضا على تدبير حقوق الإنسان بكافة المناطق بما فيها المناطق الجنوبية وتطبيق قواعد العدالة الانتقالية ذات صلة بجبر الضرر كشف الحقيقة عدم التكرار وحفظ الداكرة عرفت التجربة المغربية مرحلتين كما تعرفون هيئة تحكيم المستقلة للتعويض وهي كذلك تستفاد أو قدمت ما يفوق مليار درهم لعدد من الضحايا أو ذوي حقوقهم واتميزت إعمال هيئة الإنصاف والمصالحة بقواعد العدالة الانتقالية حيث قامت بتسليم أكثر من مليار و300 مليون درهم للضحايا وذوي الحقوق فما هي وضعية ضحايا وذوي الحقوق بأقالي من الجنوبية 858 ملف تم دراسته وتعويضه من طرف لجنة التحكيم و225 من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة و521 من طرف لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لابد أنا في هذا الفضاء الفضاء التشريعي أن أذكر وأؤكد بأن لجنة عمل لجنة المتابعة تقوم فقط بسياغة مقررات تحكيمية اعتماداً فقط على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بعد استكمال الوثائق الضرورية من طرف إما الضحايا أو دوي الحقوق بلغت التكلفة لهذه الأقاليب الجنوبية ما بين لجنة التحكيم ولجنة هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يخص جبر الضرر والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية لغاية دجمبر 2022 بالأقاليم الجنوبية أكثر من مليار درهم يتوزع المستفيدون ما بين الضحايا ودوي الحقوق وكانوا قد وضعوا ملفاتهم خلال الأجل القانوني الذي كان مسموحاً ومضبوطاً آنداك طبيعة حال الإدماج لما نتكلم عن الإدماج الاجتماعي يتوزع ما بين مأدونية النقل بطاقة الإنعاش السكن مبلغ جزافي التوظيف تقاعد التكميلي للذين تم توظيفهم بعد 45 سنة أو كذلك أنه هناك تغطية صحية لكل المضحايا ودوي الحقوق التي تفوق تكلفتها بحوالي أكثر من مليار درهم إذن طبيعة الحال في حفظ الذاكرة حضيا فضاء أكدز وقلعة مقونة باهتمام من قبل المجلس الوطني حيث تمت تهيئة مدافن الضحايا ووضعت شواهد على قبور المتوفين ولوحات تذكارية تعرف بسياق اعتقاله قام بتفقد أخيرا حالة البناء بمعتقى الأكدز والتحقق من تاريخ بنائه ومن عدد من المعطيات بخصوصه ونحن بصدد التشاور مع السلطات المعنية لنطلق كذلك إعادة تهيئة هذا الفضاء لحفظ ذاكرة هذا المكان لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان طبعا الحال في هذا الصرد مهامنا كذلك مهام الآليات الوطنية فلا بد أن أقتسم معكم بأن الآلية الوطنية للوقاية من التعديد انطلقت أبريل 2020 وإلى حدود نهاية 22 قامت بمجموعه 40 زيارة لأماكن حرمان من الحرية 27 زيارة لأول مرة و13 زيارة تتبع لما تقوم به نعرف بأن الآلية الوطنية للوقاية من التعديد هي آلية تزور كل أماكن الحرمان من الحرية الأمن الوطني، الضرك الملكي، المستشفيات، الأمراض العقلية، المطارات، الموانئ، والمؤسسات السجنية إذن قمنا في خلال هذه الفترة بـ 40 زيارة وضمن هذه الزيارة قامت الآلية الوطنية بـ 13 زيارة لأماكن الحرمان من الحرية بأقاليم الجنوبية، العيون، الدخلة، وقلمين منها سبع زيارات تتبع لتوصيات ما نعني بزيارة التتبع؟ نقوم بالزيارة، نعود، نسوغ تقريراً حول الزيارة والإشكاليات المطروحة نقدم توصيات، نخدع هذا التقرير بهذه التوصيات للمسؤولين الدرك الملكي، الشرطة، المؤسسة، السجنية، المندوبية السامية لإعادة الإدماج وفيما يخص المحاكم قمنا بزيارة المحاكم لجزء ما بين وزارة العدل والنيابة العامة وكذلك المستشفيات الأمراض العقلية لوزارة الصحة يتم إعطاؤنا توضيحات وإجابات أو الاقتراحات نأخذها بعين الاعتبار نزور مرة أخرى لنعرف هل تلك التوصيات وهل تلك ما قاموا به وما قدموهنا على الورق بأنه صحيحاً واقعياً ونعود مرة أخرى فهي عملية دقيقة جداً تتطلب شيئاً من الصبر لكن هو عمل هام جداً لتتبعي على المستوى الدولي اليوم المجلس الألية الوطنية للوقاية من التعذيب للمجلس من أحسن الآليات التي تتدخل بما فيها الأوروبية وكان لقاءاً لنا خلال شهر يونيو وكنت هناك في مجلس أوروبا يعني طلبوا منا المشاركة في المنتدى الأوروبي للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب كمجلس وطني وآلية وطنية للمجلس وتقديم تجربتنا بما فيها التجربة الهامة أو الاتفاقية التي وقعها المجلس مع إدارة الأمن الوطني بالنسبة لهم هذا العمل المتواصل مع السلطات هو عمل استثنائي في المنطقة إذن في هذا بطبيعة الحال هناك كذلك برنامج للزيارات لهذه الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي ستقوم بخمس زيارات مقبلة للإدارة الأمن الوطني والدرك الملكي والمؤسسات والسجون والمؤسسات السجنية المحلية خلال سنة 2023 أو بداية من فبراير المقبل إذن بينما عقدت الآليتين للأطفال والأشخاص في وضع إعاقة عدد من اللقاءات بمناطق الجنوب نحن نتكلم دائما بمناطق الأقالي من الجنوبية عقدت عدد من اللقاءات في كل الجهات بما فيها الجهات الثلاثة الجنوبية حول ما نسميه بأهمية الولوج الأطفال والأشخاص في وضع الإعاقة إلى الآليتين وتقديم الآلية واختصاصاتها إلى غير ذلك إذن في هذا المنطق ومن حيث اختصاصنا ومن حيث مقاربتنا ومن حيث بعض الإشكال المهام التي اقتسمت معكم كما هي أريد أن أقتسم معكم كذلك تحديات التي نعرفها فيما يخص تدبيرنا خاصة للمجال الحماء بالأقاليم الجنوبية لابد أن أقول مباشرة تصددم مقاربة الحمائية أحياناً بالأقاليم الجنوبية بتحديات بعضها يتصل بسياق الممارسة والآخر يرتبط بطبيعة العلاقة مع الهيئات والآليات الأممية التي تهتم بالنزاع في الصحراء وهو ما أطلق وما أطلقت عليه تداعيات النزاع الإقليمي على الحقوق والحريات نصطدم بالدعاءات المتواترة وهي خاصة فترة التزامن النقاش مجلس الأمن لقضية الصحراء المغربية أحياناً هذه الادعاءات وغالباً لا نجد لها أساساً مما يفيد حدوتها كما نصطدم حياناً أخرى برفض أصحاب الادعاء لتقديم المعطيات للموافدين للمجلس الوطني أو لللجن الجهوية أو وضع شكاية للانتصاف مما جعلنا نتأقلم كذلك مع هذه التحديات عملنا أولاً على تنويع مصادر معلوماتنا خاصة لدى الجمعيات والفاعلين المدنيين للطلاع كذلك بشكل دقيق على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيه ما ينشروه أصحاب الادعاءات مما مكننا فعلاً من التدخل الحمائي هذه مسؤوليتنا وتقديم التقارير ذات الصلة وهذه أهميتها كذلك لأصحاب المصلحة بما فيها المفوذية السامية لحقوق الإنسان في هذا الوضع كذلك تفاعلنا مع المستوى الدولي والإقليمي طبيعة الحال أهمها تواصل المجلس باستمرار إذا لم أقل أسبوعياً مع مكتب المفوذ السامي لحقوق الإنسان بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية أولاً فيما يخص الحالات الفرضية لكن كذلك نتقدم بتقارير دورية حول وضعية حالات حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية مساهمة من المجلس في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في تقديمه خلال نقاشه حول قضية الصحراء المغربية طبيعة الحال نوافي كذلك المندوبية المفوذية السامية بتقارير دورية تعكس ليس فقط الوضع الحقوقي لكن الدينامية العامة للمنطقة من حيث الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية النساء الأطفال الإعلام إلى غيرها ما هي الدينامية التي تعيشها أقاليمنا الجنوبية نتفاعل كذلك ما نسميه بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة من أولا ما نسميه إما فرق العمل إما الكوميتي اللجن أو لا كذلك الإجراءات الخاصة إذن نتقدم بتقارير دولية حول خاصة الحالات الفردية أو لا خلال تقديمهم للشكايات للإجراءات نقدم تقارير دولية تقدم معطيات بتقاطعها من مصادر متعددة طبيعة الحال ذات مرتبطة بالتساؤلات للآليات التعاقدية والإجراءات الخاصة والتي توصلوا بها بناء على شكايات الدعاءات لانتهاكات حقوق الإنسان نتفاعل كذلك مع آليات دولية والاتحاد الأوروبي مساهمة منا في التقارير التي تتقدم بها هذه الآليات الدولية والإقليمية اقتصم المجلس كذلك وبشكل مستمر معلومات حول حالات فردية أو الوضعية بالأقاليم الجنوبية بشكل عام مع عدد من معا خاصة بعض المهتمين والمتتبعين للصفراء المعتمدين لدى المملكة يقدم المجلس كذلك معطيات التي يتوفر عليها في الأجوبة والتفاعلات التي تشرف عليها القطاعات الحكومية المغربية هذا العمل ينصب في آخر ما أريد أن أقتصمه معكم هو حالة حقوق الإنسان في تقارير الأمين العام والقرارات دي المجلس الأمن طبيعة الحال شكل موضوع حالة حقوق الإنسان أحد الفصول التابتة في التقرير الأمين العام للأمم المتحدة وأكدت التقارير منذ 2016 إلى 2022 دائما هذه الأهمية التابتة وكما ذكرت بأن هذا العمل للمجلس بأن نقدم تقريرا للمفاوذية السامية دوري حول حالة وضعية حقوق الإنسان هو الذي يتم اتخاذه واعتماده في القرار للأمين العام للأمم المتحدة قدم المجلس مثلا تقريرا مفصلا في يوليوز الماضي اليوليوز 2022 إلى مفاوذية حقوق الإنسان تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء ودرس وقدم دراسته للشكاوي بما فيها كذلك تدخلاته لحالات الفرضية التي تتير إعلاميا عددا من التشابك والخلط ما بين الحقوق والسياسي أشهد التقرير للأمين العام لأول مرة بالتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره في أكتوبر 2022 كما أنه قدم كذلك أن القرارات كانت كذلك واضحة في إشادته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية الثلاث بنفس المنطق قدم كذلك قدمت المملكة المغربية في نفس الفترة تقريرا للمفاوذية السامية عن تعاون المغرب مع الآليات الدولية عن احترامه لحقوق السياسية والمدنية ونموذج التنمية في الصحراء وأنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب كما تضمن كذلك التقرير انتهاكات لمنطقة تندوف وخاصة انتهاكات حقوق الطفل إذن هذه المنطق الصلاحية المقاربة التحديات التي نعيشها في تدبيرنا لقضايا حقوق الإنسان بمنطقة الجنوب طبعا الحال نحن بالمجلس نعي جيدا بأننا نعمل في سياق جهوي يعيش على وقع تداعيات النزاع الإقليمي على الحقوق والحريات مؤسسة وطنية آلية امتصاف للمواطنين وعون كذلك بمهمتنا في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها ومقدرين لواجب الدولة في حماية الحقوق والإنسان وعليه فإننا نشتغل بكل موضوع وضمن معايير تلزمنا بأعلى مستوى من المهنية والاستقامة كيف مكانت الملابسات والظروف أو للآراء السياسية لأصحابها اكتسبنا في هذه المقاربة وأن سعيدة جدا ومعنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي